موسيقى هذا البرنامج برعاية شركة نقائي الفرات حياتكم الله أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مشاهير بلاس أكيد اليوم الحلقة راح تكون مميزة وراعة وجميلة ويانا ضيف بالفترة الأخيرة حقق نجاح كل شيء كبير صانع محتوى جيد جداً دعونا نتعرف عليه ونخذوا بحوار شيق ومثقف جداً الحبيب والجميل رايدم مساء الخير عليك مساء الورد شون أخبارك شون الله الخير مناورني ومشرفني نحن أصدقاء من زمان من الموسم الأول في دول عمرك لكن أنا عندي قاعدة أن الشخص يجب وقته بالبرنامج نعم صحيح 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 مقتنع بها أبوضال أو مقتنع وياك كل شيء مقتنع في دول عمرك شون هدنيا ونحن أكسولين؟ والله الحمد لله ماشي طيبة الأمور هسة لو سابقاً حلوة والله قبل كانت أحلة يعني هسة هم حلوة هي بس يعني قبل أكو إيجابيات وسلبيات وهي سهم. يوجد إيجابيات وسلمية. بكل مرحلة الإنسان يواجه. بس نحمد الله على كل حال. الحمد لله والشكر. قبل أن ننتقل للفقرة الأولى. ما معنى اسم راي ديم؟ اسم راي ديم. هذا دائماً السؤال نسل في. بس لأول مرة. لأول مرة. الاسم تكون من خمس أهداف بحياتي. خمس أهداف بحياتي. أخذت خمس أهداف باللغة الإنجليزية. فأخذت كل حروف من كل هدف. الار اي دي اي ام. جمعتهم وطلعت راي ديم. لا جد. والله العظيم. شرح لي شرح لي. أنا خمس أهداف بحياتي. الأهداف شنو؟ الأهداف هسا حالياً ما رح أقدر أذكرهم. بس أنه الحد ما أكمل تحقيقهم. الحد الآن ثلاثة حقابة. زين. من تكتب هسا بالجوجل ويكابيديا كذا. ما رح يطلع هذا الشي. اسم أنا كونته. يعني هو ما موجود. ما كفت شي اسم راي ديم. اقتباست كل حروف من كل هدف. جمعتهم وطلع راي ديم. جميل. مثاضر. اسمك الحقيقي شلم. اسمي الحقيقي هذا هم لأول مرة. الناس ما تعرف. يعني دائماً هم يقولوا لي زين اسمك راي ديم لو. يعني اسمك الحقيقي هذا قلت لهم لا اسمي بعدكم ما تعرفوا. اسمي الحقيقي عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. أستغرب. أقول يعني شون عرفوا اسمي. يعني ما أحد يعرفه. قل بس اللي بالجامعة أو بالبيت يعني. الفلوغات بها فلوس؟ الفلوغات. هاي الناس دائماً يشوفون. فلوغات لو فلوغات؟ هي فلوغات. هو الفلوغ خلطيك فنبدأ مختصر عنه. اي. الفلوغات هنا يعني مثل الفيلم وثائقي يكون قصير. انت توثق. هاي المفردة عربية؟ هي بالإنجليزي. لا بالإنجليزي. بالإنجليزي. بالعربي هو فيلم وثائقي. بس أكو أفلام وثائقية شبيرة التي تطلع على النشر الجوغرافي وغيرها. نعم. وأكو أفلام تكون قصيرة التي هي على شكل فلوغ. يعني الحياة اليومية ممكن إذا عندك سفر. إذا عندك أي شيء تحب توثقها مناسبة. ممكن تكون مناسبة فرحية أو حزنة أو هذا. توثقها على شكل فلوغ قصير وتنزل إلى المثلمين. شقة الآخر من السؤال. نعم. بها فلوس؟ نعم بها فلوس. دائماً طبعاً يقولون أن المشاهير يحصلون فلوس. هم المشاهير اللي يحصلون فلوس. هؤلاء اللي يفتحون لايب أو ممكن يشتغلون إعلانات بمبالغ شبيرة. بس إحنا كصناع محتوى نشر الفيديوهات حتى بس نطقي معلومات للمشاهدين. يعني الفلوغات اللي أنا أشرها مجرد أنه حتى الناس تستفادوا من المعلومات. يعني يعرفهم كل دولة أزورها. أنا أحكي لهم أنهم أشلون عايشين لايف ستايل مالتهم أنه أجرب أكلاتهم أصور لهم لغتهم الزي اللي يلبسوه. مو بس خارج العراق حتى داخل العراق المحافظات اللي 18 كلهم زرتهم. يعني محافظات العراقية وصورت كل محافظة بشونه تتميز. حلو. أي فهي هاي المعلومات اللي إذا أنقلها للناس هدفي أنه أنقل لهم محتوى يستمتعون بي ويستفادون منه قبل لا يكون هدف مادي. تمام. شرايك روح للفقرة جولة. يلا جاهز. فقرة صح وخطأ. هذا البرنامج برعاية شركة نقائي الفورات. لديك تصريح تقول الشهرة قيدة الحياة البسيطة صح أم خطأ؟ صحيح. عندك تصريح؟ نزلت مرة أكثر. يعني أكثر من مرة نزلت هذا الموضوع. لأن الشخص عندما يدخل بمجال الشهرة لا يستطيع يعيش حياته مثل قبل. يعني أذى. نعم. عفوا. يعني الثاني يوم مشهور. نعم. ما روح أكل فلافل؟ هم يقيدون هذا الموضوع. لو ما أركب كوستر؟ نعم. لو ما أوقف على عربان ما لبلبي؟ هم مني يشوفون المتابعين هذا شوفوك بهذا الموقف. قبل يقولون باع هذا شنو هذا فقريات لو ما أعرف شنو. بالعكس هي الحياة البسيطة أحلى شيء. مغلط. فهم مني يشوفون صاعد كوستر باع هذا مشهور وصاعد كوستر. أتسأل فلك باختصار. كانت حلقة حياتنا الأثير التميمي. هو أستاذ رعد الناصر الفنان الكبير. قال أنا أركب كوستر بخمس بير. وأحش رفت شاي ورجع. أحلى شيء والله. يعني ما كنت قييم. أحلى شيء البطارة. أصلاً حلوة الإختلاط مع الناس. صحيح. لما تكون قريب منهم حتى المفروض تكون محبوب أكثر. بالضبط. لأنك أنت مهما وصلت تفيد مرحلة. أكيد حالنا من حال كل الناس. أنا أقصد أنت مصرح هذا الموضوع. نعم صرحت أكثر من مرة. لما يشوفون الواحد يعني عايش حياته طبيعية. اللي هو أصلاً عايشها قبل الشهرة. يقول لك أنه هذا. إحنا كنا متوقعين رح يركب سيارة حديثة. أو يركب يعني يطلع ويشلة. يعني شون أقول لك من عوائل غنية وهذا. ما يدرون أنه هي أحلى شيء الحياة البسيطة. وأنا أحبها ومستمر عليها. وماك شيء رح يغيرني مهما وصلت. مهما وصلت رح أبقى محافظ على هذا الشيء. أهى نعم. تضايق؟ والله أحياناً أضايق. وأحياناً أكو أماكن يعني حتى لما أريد أصعد كوستر أو هذا. يعني أفطر أنه ألبس كمامه. لأن حتى ما تجين انتقادات من عدهم. بس أنت المحتوى اللي يتقدمه يحتاج له أمور. مئة بالمئة. يعني هي أصلاً الفلوغات مبنت على البساطة. مبنت على أن تنقل الحياة اللي يعيشوها الناس. البساطاء. أكيد ما رح أروح أصور مثلاً الأماكن الحديثة والأماكن اللي كلش يعني تكون فخمة وهذا. أكيد أصور الأشياء اللي ناس لا تعيشها. تحس بس بالعراق هي شي؟ والله أنا بصراحة ما شفت خارج العراق ناس تنتقد هذا الشيء. لأن المشاهير كل دول العالم ما أخذين راحتهم. بس هنا ينظروا لهم نظرة ثانية. يعني توقعون كل مشهور هو لازم يكون غني. لازم يكون عنده فلوس. فعلاً. لازم يعيش ببلل ويعيش بما أعرف مين. صح. المحتوى الذي يقدم رايدم يحتاج إلى مبالغ مادية عالية صح؟ أم خطأ؟ والله صحيح. يعني أقصد أن السفر يحتاج مصاريف كثيرة. مئة بالمئة. ونتدف سافر وكذا. صح. هذا طبعاً كل الناس ما تدري بي. عبالهم أنه أكو شركات تدعم صناع المحتوى ويأخذوهم سفرات. هي فعلاً بالفترة الأخيرة صارت تتواصل وياي أكثر من الشركة. أنه هما يدعمون الرحلة مالتي مقابل أنه أقدم لهم إعلان. لكن قبل هذه الفترة اللي هسا يجوني بها الشركات. أنا جنت كلها أطلع على حسابي. كمان. يعني كل دولة أصرف بها 17 ورقة، 20 ورقة. كم دولة سافرت؟ حتى الآن سبع دول وإن شاء الله مستمر بعد. جميل. محافظات الأراق كلها طلعت. كلها طلعت عليها صورت إن شاء الله. ممتعش محافظة. أي والله. يعني شفت كل محافظة بها فت جمال يميزها عن باقي المحافظات. أنا أنا أترك التقديم وأصير همي. والله على الله حتى نطلع سوء. بس حلو المحتوى هذا حلو. أول شيء أنت تتونس شخصياً. بالضبط أي واتعلم ثقافة جديدة عليك. ثقافة جديدة فعلاً. نعم. تمام. شوي خلش عكسك. نعم. بس كل ما يدور بالحلقة هو أسئلة من الجمهور. أكيد. يعني فريق الإعداد. مو تكره هم. بالعكس تحياتي. بمباش السيد صاحب فضل كبير في مسيرة رايدم. صح أم خطأ؟ نعم صحيح. على تطبيق تيك توك ساندني بهذا المجال. أنا بالبداية قبل ما أتعرف على بمباش كنت أكتب أفكار وأجهز نفسي حتى أطلع بمحتوى. لكن شلت ناوي على غير منصة يعني. بعدين هو غير اتجاهي. قال لي خلي نشتغل على التيك توك. أكيد الناس رح تحبك. الناس إذا شافت محتوىك حلو. رح تدعمك وتساعدك. وحتى يوم من الأيام يعني هو وتحياتي إلى البمباش وصديقنا عباس ماجد. نزلوا فيديو وطلبوا من متابعينهم أن يضيفون حسابي. يعني نشروا حسابي. يعني وخلوا متابعينهم يدعموني. وبعد هذه الفترة اللي هم دعموني بيها. أكيد أنا اشتغلت على نفسي. لما شبت أكون أزدت طالبني بأعمال. أصلت أصور دائماً وأطلع من مكان للمكان. يعني بالأسبوع يمكن أطلع محافظتين. لو أطلع يعني أرجع من دولة أروح الدولة. هو صح متعب الموضوع بس يعني به ونسك. أكيد أكيد. أنا السفر بالنسبة لي مدرسة أعتبرها. يعني أتعلم من عنده هواي أشياء. تبدي السفرة لحد ما تنتهيها. يعني هواي أشياء جديدة نتعلم. جميل. طيب سؤال يعني خارج الإعداد. نعم. أنا أريد أن أحب أن أعرف. لو أنت ما شنت بلوغر. نعم. أو بلوغر. أنت بلوغر؟ بلوغر. 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 بني لازم تكون. حتى لو شعب عادم. أكيد. بس يكون عندهم مثلاً على الميك أب تتوريال. أي. لو ما شنت بلوغر. بلوغر نعم. شنو تتمنى تصير؟ والله أستاذ مسلم. أنا بالبداية أحب كل أنواع الفنون. وان طفل. وان صغير. أحب الإنشاد. أحب الأغاني. أحب الشعر. أحب أي شيء خص الفن. يعني جدت فترة من الفترات حتى رسم. يعني قلت خلي أتعلم. أرسل. أتعلم. حظر لك يا شو موراني. فدرست المقامات. دخلت بستوديو. ودخلت بمعهد. درست المقامات. درست الطبقات الصوتية. أي شغلة تخص الموسيقى بدأت أتعلم عليها. حتى هندسة صوتية جدت فترة. عملت بستوديو كمهندس صوت. جميل. والحمد لله. يعني صار عدي إلمام من كل مكان أشتغل بي. أنت مثاب. نعم صار عدي إلمام. فهذه الشغلة هم حصريا للعلم. يعني أنه لا أحد يضربيه أنه أنا بمجال موسيقى. حلو. تؤمن بالاختصاص؟ الاختصاص أنه إذا أنا اختصيت بمحتوى. أحسن اليوم يعني أشيبت نفسي ما نجحت هذا الموضوع. راح أروح الغير موضوع. أي نعم. الغير مجال. أكيد. بس أختص بي. أختص بي. أي. أنا الحمد لله وشكر يعني أي مجال حطيت واسي بي. أبدع بي. الحمد لله قدرت أبدع بي. قدرت أكون بي اسم. يعني قبل الفلوغات أنا كنت أغني راب. معرف إذا هاي المعلومة حجيت لك. خليها خليها. 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 تمام. سمعت منه هاي ناس أنه أنت دائما تقول أكو ناس تركت المحتوى. محتوى التمثيل وحولت على محتوى السفر والمطاعم. تقدر تذكر لي أسماء؟ أسماء ما أقدر أذكر لك حتى ليصر زعل. بس أنت يعني حاتش يتش موضوع. نعم أنا حاتش يتش موضوع. بس ما نقدر نحدد يعني حتى. يعني أكو أشخاص تركوا محتوى التمثيل والتجهوا للمطاعم والسفر. أي التجهوا لهذه المواضيع فهم أصلا قبل فترة انتقدوا أنه أنه أكو ناس عافوا المحتوى التعليمي والتجهوا للتمثيل. أي كانوا يقصدون أشخاص. بينما لما جاء تاني أباوه على محتواهم هم هم ينعدهم محتوى تركوا وحولوا على المحتوى اللي أنا دا أشتغل عليه اللي أنا اختصيت به. تمام. خلينا نرجع العصفورة شوية البرنامج. كل حلقة رجعنا. العصفورة تقول أنه يدم يقول مو خطأ إذا تزوجت أطلع زوجتي معي في المحتوى صح أم خطأ؟ صح. لأنه إذا كان محتوى مرتب ونظيف. حلقة اليوم كله صح ما شاء الله مريق الإعداد. أنا ما خايث من شيء. أنا دائما واضح يعني مو بس قدام المتابعين. واضح حتى ويعني شون أقول لك قبل شوي حد شئنا بموضوع أنه أكون متصالح وي نفسي. نعم. فإذا كان المحتوى نظيف وإيجابي ونقدم في رسالة للمتابعين ناس تستفاد من المحتوى لنقدمه. ليش لا؟ مو غلط. خاصة إذا كانت زوجتي تكون محتشمة إذا طلعت بطريقة كلش حلوة ومحتشمة ومحتوى مرتب ونظيف. فلا بأس ليش لا؟ طبيعي. طبيعي كلش طبيعي. أهنيك طبعا. تقول يسوون تحديات باللايف يحصلون مبالغ عالية جداً. أما اللي ينشرون محتوى نظيف ما يحصلون حصرياً هيتش كاتب ما يحصلون ربع دينار. صحيح. تقلون فيديوهات وهذا فعبالهم المشاهدات والتيك توك تجيب لهم أرباح. بس هذا الشيء ما موجود نهائياً. أي منصة ننشر بيها. مو بس التيك توك حتى الإنستجرام. اليوتيوب بأرباح. بس. أحمد على الإعلانات فمرات مو دائماً يعني تجي الإعلانات. وهذا الرزق طبعاً أنا أحمد الله وشكرا عليه. لأن يعني أكو ناس ثاقة بي وثاقة بمتابعيني. لذلك يجون يحتاجون يعني كواجهة إعلانية للمشروع مالتهم. والحمد لله اشتغلت أكثر من الإعلان وجابت نتائج جداً ممتازة لأصحاب المشاريع. الحمد لله. الحمد لله. قبل لا نتقل للأسئلة السريعة. نعم. إذا نطيدك دقيقة تقدم بيها نصيحة للناس. شنو راح تكون؟ هذه كامرتك. النصيحة. طبعاً أكفت شغلة كلش مهمة أريد أحكي بيها. اللي هي لازم إحنا كبشر نتعامل بالإنسانية. ما نتعامل بالمسميات. إنه هذا دينة كذا. هذا من كذا طائفة. هذا من كذا مذهب. هذا من كذا عرق. هاي دائماً أواجهها المشكلة. أشوفها بالتعليقات بالمحتوى اللي أنزله. لما أذكر مثلاً أنه أنا مسلم. راح تزير تفلان مدينة بيها مسيحيين أو بيها من غير ديانات. فيصور الناس بالتعليقات إنه هذول من غير ديانة إذن هم كلهم كفار. هذول من غير مذهب إذن هم كلهم كفار. فإحنا ما نقدر نقرر نصير استغفر الله بدل رب العالمين. ونقرر هذول ونحكم عليهم إنه هم كفار أو هم للنار أو هم صح أو هم خطأ. التعامل المفروض يكون إحنا نتعامل ببياناتنا كإنسانية. أنا أشوف الإنسان أعامله بأخلاقة. أعامله بحسن نيته بدل ما أعامله بمسمياته. هو نخلق للدنيا بهذه الصورة و بهذا الدين. فهو أكيد ما رح. يعني ممكن هو يشوفني أنا الخطأ وممكن أنا أشوفه هو الخطأ. صح. فإحنا نترك الأخطاء على صفحة ونترك المسميات على صفحة ونتعامل بالإنسانية. أحسنت. أنا حتى شفت فترة من الفترات أنت مثلاً إذا تنشور تقول أنا بقليم كردستان. نعم. يأتيك رد يقول لك قول شمال العراق. ما في التعليقات؟ صح. أنا أذكر أنه أنا زرت شمال العراق. فبعض يكتبون أن أنت لا تقول شمال العراق. أنت تقول أنت كردستان. أي فهذه الحزازية والعنصرية التي تحدث بين العرب أو الأكراد. إحنا كنا بالتالي شعب واحد. إحنا كنا عشتنا سوى العراق تدري متعدد القوميات والطوائف والأديان. فإحنا إذا ما تعايشنا طبعاً الاختلاف هو ما يفرقنا. المفروض يوحدنا. المفروض يجمعنا. فهما يشوفون هذا أن أنت واحد وإحنا واحد. هذه التفرقة المفروض تنتهي. إلى متى؟ إحنا صارت بيناتنا طائفية. والحمد لله قدرنا شوية شوية نتغلب عليها. لكن بعدين تجي طائفية جديدة التي هي بين العرب والأكراد. وبين السنة والشيعة. وبين الدين وغير دين. هاي إلى متى؟ إحنا لازم نتعايش. يكفي اللي صار الجرى على العراق. هذه المرحلة المفروض نعديها بعد. وصلنا مرحلة من التوعي. أحسنت. أحسنت. ما رأيك نروح لسئلة السريعة؟ أي حاضر. لا لا لا. يعني حقيقة هي النصيحة الجنة. لأنه إحنا حتى ملينا نسؤلف بها. صح. لأنه يوميا نسؤلف بهذا الموضوع. أي إحنا. بس إحنا تعدينا. هم نقدم رسالة. بل كي أنه اللي ما سمع من غيرنا. بل كي يسمع من عدنا. فعلا. بس إحنا تعديناها إن شاء الله. إن شاء الله. وشعب العراقين إن شاء الله واحد. أكيد إحنا نتمنى والله. هذه الأمور كلها نعديها هذا شيء من أهم أمنيات. أكيد. أخذ راحتي بال. لا. جواب كلمة واحدة؟ كلمة واحدة. حاليا نقدر نقول مفيد. لأنه إذا أقدم. أنا طبعا راح أطيل بالإجابة هذه. لا لا طبيعا. بس أنت قل لي الجواب والنوبة. أخذ راحتي. حاليا. حاليا. أفضل مكان إليك. أفضل مكان هو العراق بلدي. قد حاولت تسافر دول ثانية بس مرجوع البلدي. أكبر خسارة للإنسان. أكبر خسارة لما يفقد صلة بينه وبين رب العالمين. جميل أكبر هزيمة بالحياة. أكبر هزيمة بالحياة. لما شخص يعني شون أقل لك يبتعد عن أهله يبتعد عن ناس اللي هو عايش وياهم ويروح يعيش بمكان هيت وحده. هذا يتعتبر هزيمة. تمام. أفضل صانع محتوى عراقي. ما راح أذكر غير بومبش بس بومبش. بومبش سيد. أي بومبش. بقناعة تامة. أي والله بقناعة تامة. وليئا صديقي. هاي قدام الناس كلها. موليئا صديقي. بس هو فعلا يستحق لأن الرجل يتعب على محتوى. تحياتنا كده بومبش. سر نجاح أي علاقة بين اثنين؟ سر الثقة. مهمة تكون أكو يبنون علاقتهم على ثقة. وصف لي العائلة بكلمة واحدة. العائلة هم الأولوية. هم الحياة اللي أنا بدونهم ما أعيش. شي تسوي له دليلية من الوجود؟ أسوي له. الناس اللي تحسد وتنافق. هذولا يعني بصراحة أحسهم مرض. مو أشخاص حقيقيين. والناس اللي أي شي تشوفه تعلق بسلبية. حتى لو أشياء تقدم لهم. تخيل يوم من الأيام. أنا شفتت على ما أسمع القرآن. فدخلت على التعليقات. لقيت ناس لسيب الشيخ لديق القرآن. فالناس على كل شي تنتقد. أنا بس أريد أعرف. إذا أنت عندك كلمة زينة، اكتبها. ما عندك كلمة زينة، خليها بينك وبين نفسك. طبعا نفس الموضوع. الله صحكتنا عن هذا الموضوع. إذا كنت تكتب شيخ عبد الباسط. صح. جد مشاهدات. مثلا مليون يمسوا اللايك. مليون يمسوا اللايك. مليون يمسوا اللايك. قرآن. قرآن يا معبدين. والله عظيم. تمام. دعنا نأخذ فاصل ونكمل الفقارات. إن شاء الله. فاصل قصير وراجعي لكم. أحببتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقر الصناديق التطبيقات مع الجميل والحبيب رايدم أو عبد الرحمن. الله يسعدك. حسنا عبد الرحمن. عبد الرحمن. دعنا لا تشوق هذا الاسم. دعنا سمعه. نلساك الله بالخير. الله بالخير يا حبيبي. هذه الفقرة. نعم. لدينا ثلاث صناديق. حسنا. تختار اثنين تترك واحد. طبعا. شوف انت وحدك شو مخلين بطن الصناديق ما نعرف. والله ليستر. دعي فريق الإعداد يساعدني طل لأن الصناديق على الشاشة. تمام. نسوق على أبوالا يعني لو قبل نختار. كيف؟ طيب دعنا نجلب السناب. السناب شاد؟ نعم. دعي فتحون الصندوق. الله. زين والله زين. هاي معلومات مين جبتها؟ خطرة المعلومات. خطرة والله. قريبا جب. العلماني ما مصرح للمتابعين هذا الموضوع. يعني بس المقربين كل شي يدرون في هذا الشي. هل هم مقربين؟ أكيد أكيد. نفرح لك يعني هذا الموضوع. الله يسلمك أنت أول حاضرين إن شاء الله. نصف الدين. أكيد. سؤلف لي. موضوع الخطوبة إن شاء الله فترة قريبة إن شاء الله. أربعة شهر؟ تقريبا إن شاء الله. هي المهم هذه السنة إن شاء الله. سؤلف لي شوية عن موضوع الحب. شون صارت العلاقة. الفضول بس ما يخالب. الناس تحب تسمعي شيئا. أي صحيح. موضوع العلاقة أنه أنا الحمد لله حالي حال أي شاب. أكيد يعني وصلت مرحلة أخوتي الزوجة وفجاني السرة. هذه طبعا بالبداية. حالي. لما الأهل يسئلون أنه أنت أحد خال أحد ببالك. قلت لهم أنه صحيح أنه أنا حبيت إنسانا. والحمد لله وشكر يعني علاقتي بيها طيبة ويعني جزء من أهلها حتى يدرون بهذا الموضوع. جميل. أي بس بعدني الحد الآن يعني ما فايت بالموضوع بكل جدية يعني وأتقدم لها على سنة الله ورسوله. يا رب التوفيق والنجاح والحياة السعيدة. إن شاء الله أنت أول حاضرين. إن شاء الله. ألف مبروك مقدمة. الله يسلمك. خلي طلعونا على الصناديق. خلنشوف شنو تختار. الصندوق الثاني. الصندوق الثاني نختار. شوف التيك توك بما أنه هي من أصدق. طفرة من السنابل التيك توك. نخلي آخر شيء لإنستجرام. نخلي آخر شيء. لا هذا التركي. ها تركي؟ ها تركي؟ ها تمام حلو. لماذا فتحته؟ كيفكم؟ أوه. يالله يبعد. يالله يبعد. ها تركي تغني راب. طبعا هذه الأغنيان وعلي شاكر. غنيناها سوى. لكن هذه قديمة. كيف هي؟ قديمة. أشترك. هذه سجلناها بالستوديو. وحتى بوقتها. يعني كانت اللحية استوطاق. يقولون من الأهم الرابر هو يسموه؟ رابرز أي. رابرز بالإراق. صحيح. كنت مغني راب تقريبا بلشت من 2010 إلى 2018. يعني أقدم أغاني راب. أنا اللي أكتب الكلام. أنا اللي أسجل. أنا اللي أغني. أنا اللي أهند الصوت. يعني نقدر نقول بروديوزر كامل. حلو. يعني أي. كنت أنتج أعمال كاملة. يعني أبقى بالستوديو. تقريبا ساعتين تجي تلقى جاهز لك أغنية جاهزة للنشر. جميل جدا. جميل جدا. هذه الفترة حلوة. حلوة كانت هذه الفترة. كلش حلوة. تعرفت بيها على هوايا أصدقاء. يعني علاقتي لا زالت مستمر روياهم. نحن نفتقر لهذا المجال. حقيقة. صح. برآب قل اللي يغنون. الراب شون أقول لك هادف. أغلبهم اللي يغنون أعمال اللي تكون بيها شون أقول لك. أكثر شيء ناس ترقص عليها. أكثر شيء اللي الناس يعني أهم شيء التنبو. يعني أهم شيء يعني شون أقول لك يتفاعلوا إياها. قبل ما يركز بالكلمات شون مضمونها. تحب هسا اللي داي غنون؟ هسا حاليا بالعراق بصراحة لا. بده شوية يختفي. جدت فترة طلع بيها الراب. بعدين هسا أحسا داي يطلع صورة موكلة. لا أكون هنا واحد اسم يتوقع. خليفة تحياتنا إلى خليفة طبعا من أصدقائي. والله علاقتي بي كلش طيبة. حلو. ويقدم أغاني حلوة. طبعا هذا اللون اللي هو داي يشتغل عليها مرغوب وموجود بكل دول العالم. يعني هذا اللون الفكاهة والجي فونك إحنا نسميه. الأول هسا هو؟ هو هسا حاليا داي يقدم أغاني كلش حلوة. نعم وترجع؟ أنا ما تركت بشكل نهائي. ممكن على أي لحظة أرجع. يعني إذا صادف مثلا أحد الفلوغات. أحتاجت جزء من عندها يكون بداخلها راب أسوي. وسويت هذا الشيء على التيك توك يعني مرة من المرة. سويت فلوغ بداخلها يكون يعني راب. خليت راب. والحمد لله نجح يعني خمس ملايين اثنان ملايين مشاهدة جاب. الناس حبت وحتى استغربوا يعني أن أنت ما شايفيك بهاي الطريقة أول مرة. جميل. خفصت هذه الفقرة خلينا نأخذ فاصل. تمام. نكمل الفقرات. أحبت المشاهدين فاصل قصير وراجعين. أحبت المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة لعبة الذكاء. أشرح لك شوي. والله ياريت. أدنا مجموعة الصور. طيب. تمام مغوشة. نختبر ذكائك تعرفهم أو لا. حاضر. تمام المتعرفة. قل لي سكيب. نضلي عليك صورتي. ونقدم لها تحية. أكيد. أكيد. شرايك. حاضر أنا جاهز. مستعد. خلي فريق الإعداد يطلع لنا الصورة الأولى. هذا شوء رح أعرفه. مشكلتك. لعد إحنا ليش قلنا ذكاء. بس مغوشيها هوايل أو شوي. سأبني أو أجاوكاني. طيب. هو رجال شبير من عائلتي؟ لا. شو رح أعرفه. هذا آني. بيوم تخرجي. جنت هم ألبس أبيض. والله ما أعرف. أحد من أخوتي. لا. مو من عائلتي يعني. واحد مشهور. ها مشهور. أنا أعبوالي أحد من عائلتي. سألني اختصاصه شنو أما جاوك؟ اي اختصاصه شنو؟ يوتيوبر. يوتيوبر. علي شاكر. خلن شون الصورة الوراية. أي والله هو. تحياتنا إلا عن شاكر. بس أنا قربت لك ترى. أي قربت لك. قربت لك الموضوع هو. أول وقت وضح كان يتيه. وين أعرفه؟ تحياتنا إلا عن شاكر. أكيد تحياتنا إلا. لأنه هو واحد من أصدقائي طبعا يعني علاقتي بي كل شي طيبة. هو أنا متقصدت خليت هذه الصورة حتى أسئلك سؤال عنه. لماذا اشتركتو؟ تقدمونا شيئا حلوة أثنينكم. طبعا كان هو جدت فترة مسيرته كان هم يغني راب. فبذلك الفترة إحنا صرنا أصدقاء. أنا غني راب وهو يغني راب صرنا أصدقاء. أي واحد كان يغني راب يعني ننجمع نطلع أماكن وكذا. وصير عندنا تجمعات. فبعدين هو وين توجه لليوتيوب صار يصنع محتوى عن هم يومياته وكذا. ترك شوية ابتعد عن الرب صار هو اللي انسحب. أما أنا بالنسبة لي. لا أريد أن تسوي حزازي يا بناتكم. تقلت رجال كبير. أنا بالبداية عبالي رجال والله عبالي ججداشة مقبل. يقول عبالي رجال بالبداية. تحياتنا. تحياتنا. عبالي قصدي كبير بالعمر. تمام. دعنا نرى الصورة اللي وراها. هم مشهور؟ أي. بس اسألني جاوك. يعني شنو اختصاصة. شنو اختصاصة؟ لابن سلسلتين؟ شنو اسمه؟ مطرب. مطرب شعبي يعني معروف مشهور؟ مشهور جدا. العراق؟ مشهور حتى عربي. عربي؟ لا هو عراقي. عراقي مشهور عربي. مشهور عربي. محمد السالم. تقعونا الصورة اللي وراها. لينا من لحيته؟ صحيح؟ والله أبجيوم. لازجون عرابيت ما مغشي جدا رأي. أنا ما أدر والله. بس يوم بين السلاسل هو كل أثيكات وحركات. تحياتنا أكيد. لابن سالم الحبيب والصديق العزيز. و النار مبدع طبعا أنا أسمع له أغاني. و عنده وحدة من الأغاني مالتها طبعا هي من مقام الصبا بس هو سواها بطريقة خلي العالم كلها ترقص عليها. مقام الصبا هو حزين. بس هو سوا يعني شون الأغنية بطريقة كلّش حلوة خلي الناس تستمتع. مال يالله مع السلامة، اه هي أغنية هاي طبعا حزينة، المقام مالتها حزين بس هو سواها بطريقة خلي العالم تستمتع بيها. تمام، تحياتنا إلى أكيد دعنا نرى الصورة اللي ورعاها هذا شن اختصاصة تحيات؟ ممثل ممثل؟ ممثل بس كبير بالعمر من بين أنت لازمة كبير بالعمر معروف الجوز ليلة صورة كبيرة؟ ممثل يجنن مو بهذا رمضان القبلة حقق نجاح كل شيء كبير قياد راضي؟ لا بعد أفكر كم مرة إلي اختيار؟ يعني مرتين؟ ثلاث مرات ثلاث مرات قاسم الملاك؟ لا بعد أهو بس يعني أكفت طريقة توضح لي بها؟ عنده مسلسل مو هذا الموسم من رمضان القبلة كسر الدنيا بها مسلسل مو هذا رمضان؟ طلع بدور المظلوم بعد ما أوضح؟ والله ما أعرف جوزاني مو كلش متابعة يعني مسلسلات العراقية تابعة هيدش نادرة يعني مشايب بنات صالح؟ بنات صالح والله شفت شم حلقة منها بس مو كلش ركزت بها طالعونا الصورة محمد هاشم العزيز وصديق الحقيقة مبدع مبدع ماشاء الله عليك أنا حقيقة أول منزلة الحلقة قال لي أنا أول واحد تابعته رأسني ماشاء الله يجنن ممثل ومتوابع جدا طبعا كلش أحب أدوار 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 أتخبل كلش حلوة تحياتنا كيك لمحمد هاشم صديق العزيز والأخ الكبير ما رأيكم هذه الفقرة حلوة؟ والله حلوة أي والله أستمتعد؟ كلش حلوة خلنا نغادر هذه الفقرة وانتقل الفقرة الوراء إن شاء الله أحبت المشاهدين فاصل قصير وراجعي لكم هذا البرنامج برعاية شركة نقائ الفورات أحبت المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة اسمايلات الصراحة مع الحبيب عبد الرحمن عبد الرحمن شحلاتها بحلقك يا أخي حفظ دول عمرك الله يسلمك الله يحب هاي الفقرة عندي مجموعة اسمايلات نعم كل اسمايل تخليلي صورة عليها لسه خمى بيها أسرار هم عني وهاي لا 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 أمعك أسرار هم لطيفة يعني تمام يالله نشتغل راح تتونس بيها يالله جاهز خلي فريق الإعداد يطال عندنا اسمايل أول جلب القلب الأبيض نعم يعني أقدر أهدي الشخص مثلا لا صورة قبل هات قل لي فلان هذا القلب الأبيض فلان ما الفلان شخص واحد لو أكبر عادي أكثر واحد اها هذا والدتي الله يحفظها الله يحفظها الله يحفظها الوراء اسمايل المضحك اسمايل طبعا آنوبا باش صير بيناتنا دائما طرفة أو يعني دائما لا صورة اللي يقول لي اسم بعدين صورة بومبوش نقول بومبوش السيد نعم ايه الوراء اهنا الغاضب المنختار ما أحد غاضب علي ولا أنا غاضب على أحد ألا هو تحس الدوالي شخصية غاضبة وكذا عيد الوالد أحيانا شوية يعني جدي ويانا في البيت بس هو ما مقصر يعني دائما خالنا على راحتنا يقول أنتوا سووا اللي تريدوا بس همشي خطأ بتاعده عننا أخذوا حريتكم واخذوا راحتكم الله يحفظه إليك يا رب الوراء القلب القلب الأحمر هذا يسمو قلب الحب طيب هذا أهدي المتابعين لو أختار شخص يعني شخص شخص واحد أكيد الحبيبتي الله يحفظكم الله يسلمك تحياتنا لهم الوراء الورد لا هاي المتابعين اللي عد ما نطعي لهم شيء نخلّوا صورة مع المتابعين كواي ما يصير ما نطعي لهم يعني مثلا نقدر نخلي مثلا صورة الحساب وعلي الرقم مع المتابعين نهديلهم إليه لا مشكلة لأن هم فعلا ورود دائما يدعموني وعدهم ثقة كلش قوية بي عبرتها لك تمام قبل لا أختم أردا سألك سؤال نعم بالمستقبل القريب أو البعيد نعم وين رح نشوفك أنا خال له هواي أفكار براسي إن شاء الله يعني ناوي أحققهم قلت لك حتى الاسم ما رايدم هو مبنى على أهداف أريد أحققهم بحياتي إن شاء الله السفر القادمة هم رح تكون حصريا ناوي أطلع على العمرة أريد أطلع عمرة وأحاول شقد ما أقدر أن أخذ أم أبوية وياي إن شاء الله هم دائما يتعذرون أقول لهم يعني أنا مجهز لكم الأمور أقدر أطلعكم بأي وقت قلوا لي لا مو وقتها فيأجلون بها فرح أفاجئهم يعني أكون أنا مجهز لهم كل أوراقهم هذا أحسن يا رب التوفيق والنجاح لك دائماً وأبداً تشن الضيف خفيظ حلقة مثقفة جداً جداً استمتعت بياك والله العظيم يعني أول مرة أكون بلقاء أول مرة أكون بلقاء وأستمتع بهذه الطريقة وأكون مرتاح بهذه الطريقة والله العظيم وحتى يعني أنا علاقتي بيك قبل قبل البرنامج علاقة جداً طيبة لا يعزك يا عمري وأفتخر أنه عندي أحد أصدقائي هو مسلم الربيعي يعني ما شاء الله عليه إعلامي جداً ناجح والله مو مجاملة يعني هذه الحقيقة إعلامي جداً ناجح والناس كلها تشوفها بنظرة كلش إيجابية وحلوة وأتمنى لك كل التوفيق وشكراً طبعاً كل الكادر المصورين والأشخاص الموجودين خلف الكواليس تعبوا إيانا وإن شاء الله رح يشوفون الناس رح تشوف من خلالهم حلقة كلش حلوة أكيد كلمة المتابعين هم خلوا ثقتهم بي وإن شاء الله ما خيب لهم هذه الثقة ورح يشوفون أعمال بعد غير اللي شافوه يعني كل اللي سويته هو جزء بسيط من اللي أنا مخطط له إن شاء الله بالأيام الجاي رح يشوفون أشياء بعد أقوى وأرتب وهذا مو مجرد كلام وإنما هاي الحقيقة هم يوم بعد يوم يشوفون أكو تطور أحسن شكراً جزيلاً الله يسعدك أما بالختام تقبل وتحياتي كان في الإعداد والتقديم مسلم الربيع حتى ألتقيكم بحلقة قادمة كونوا في أمان الله هذا البرنامج برعاية شركة نقائ الفرات